بعد مرور أكثر من عامين على طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخطة تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أو ما عرف بصفقة القرن أهو اليوم يعلن عنها في مؤتمر صحفي إلى جانب بنيامين نتنياهو رئيس حكومة كيان الاحتلال خطة الرئيس الأمريكي وما جاء في معالمها تركز في اقتراح حل الدولتين وضم الكيان الإسرائيلي بعد الاعتراف به للمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة بعد تصويت حكومته المرتقب على هذه الخطوة ترامب كشف في حديثه أيضا عن الخطوط الرئيسية لخطته المزعومة للتسوية السياسية بالشرق الأوسط والتي تتضمن إقامة دولة فلسطينية على شكل أرخبيل عاصمتها في أجزاء من القدس الشرقية وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لكيان الاحتلال وقد توضح الخارطة التي نشرها دونالد ترامب للدولة الفلسطينية سبب كونها مرفوضة لدى الفلسطينيين على مستوى القيادات والجماهير إذن الخريطة توضح أن الدولة الفلسطينية في مقترح ترامب عبارة عن فتاة من جغرافيا فلسطين التاريخية مقطعة الأوصال ودولة منزوعة السلاح مع إعطاء الفلسطينيين قرية في شرقي القدس وهي أبو ديس كعاصمة لهم بيد أن هذه الخطة بدت في شكل والمضمون عبارة عن محاولة لفرض أمر واقع على الفلسطينيين للقبول بها فضلا عن كونها تضمنت جدولا زمنيا مدته أربع سنوات كي يقبل الفلسطينيون بترتيب أمني مع الاحتلال مقابل تجميد للاستيطان بيد أن هذا الأمر شكك بجدواه مسؤولون إسرائيليون حيث استبعدوا الالتزام بتجميد الاستيطان خلال هذه السنوات السبل الفلسطينية لبواجهة خطة ترامب بدورها أتت عبر الرفض الفلسطيني العارم لهذه الخطة من خلال موقف سياسي موحد لكن هذا الموقف لا يبدو كافيا إذ أن الأولوية الملحة في الوقت الراهن هي في استعادة الوحدة الفلسطينية بين غزة والقطاع والاتفاق على مشروع موحد لمقاومتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر